يقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرق بعبادة ربه أحدا الآية من خواتيم سورة الكهف ربنا تبارك وتعالى يأمر فيها نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للمشركين من أهل مكة وللكفار من أهل الكتاب قال الله تعالى له قل إنما أنا بشر مثلكم لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الدال على نبوته والدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى كذبوه واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وبالجنون وبغيرها من الاتهامات الباطلة فقال الله تعالى له قل إنما أنا بشر مثلكم أي لو زعمتم أني كاذب فيما جئت به فأتوا بمثل ما أتيت به من الآيات فإني بشر مثلكم وهذه الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بها إلا عن طريق الوحي فكان هذا بمثابة التحدي للمشركين والكفر وهذه الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر من جنس البشر ولد من أبوين كما يولد البشر والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر قال أنا سيد ولد آدم إذن النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء آدم عليه السلام وهو بشر عليه الصلاة والسلام والآية فيها زيادة تأكيد في قوله تعالى مثلكم هذه زيادة للتأكيد كما قال العلماء وإلا فلو كانت الآية قل إنما أنا بشر لكانت كافية لكن جاءت مثلكم لزيادة التأكيد فالنبي عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيب البشر يفرح النبي عليه الصلاة والسلام ويغضب عليه الصلاة والسلام ويصيبه الهم عليه الصلاة والسلام ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام ويأكل ويشرب وينام عليه الصلاة والسلام يصيبه من الأمور الطبيعية التي تصيب البشر يصيب النبي عليه الصلاة والسلام فهو من هذه الناحية بشر ولا نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرفعه فوق هذه المكانة يعني ما بنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بشرا لو قلنا كذا فكون خالفنا القرآن ولا بنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مخلوقا كما خلق البشر من طين إنما خلق من نور لا ما بنقول كذا إنما هذه عقيدة المتصوفة ومن كان على شاكلتهم الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا بذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري من رواية عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا بشر فقولوا عبد الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو والغلو هو الزيادة ومجاوزة الحد الزيادة ومجاوزة الحد دا الغلو النفس السلام نهى عنه والإطراء مجاوزة الحد في المتح كذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت المتصوفة فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بغريب بالنسبة للصوفية عادي بخالف النبي عليه الصلاة والسلام في الدين كله من بداية الدين لنهايته عادي بخالف النبي عليه الصلاة والسلام بجو الصوفية بيقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام مغلوب من نور هم بيفتكروا إنه بكلام دا بعظم المصطفى عليه الصلاة والسلام لكنهم وقعوا في المخالفة وما عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستندوا في الكلام دا على دليلين هم فهمنه غلط دليل صحيح من القرآن فهمنه غلط ودليل تاني حديث موضوع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عادة المتصوفة يا إما يفهم القرآن غلط يا إما يستند على حديث أصلا ما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الآية قالوا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قالوا ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قالوا طالما ربنا قال وسراجا منيرا إذا معنات النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وهذا الكلام باطل الكلام دا باطل أولا النور هنا ليس معناه النور الحسي يعني وش نور بيولع زي ما بتشوف اللمبة لا إنما نور يهدي به الطريق نور يهدي به الطريق النبي عليه الصلاة والسلام ينور للبشر الطريق طريق الحق شان يسلوكو يمشو بيو دا معنا وسراجا منيرا كما كان يمدحه حسان رضي الله عنه يقول إن الرسول لنور يصطدأ به مهند من سوف الله مسؤولا حسان كان بيقول كذا رضي الله عنه باقي لك حسان لما قال كذا يعني كان خطف رأسه إن الرسول سأسلم نور بيولع يعني حسي ها يا خسبة في البخاري سنوريك إن النور دا ما معناته نور حسي إنما هو النور المعنوي لكن الصوفية ما بيفهمه ما بيفهمه السيدة عائشة قامت يوم بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم باقي معاها في ليلته رضي الله تعالى عنها قامت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاته في السرير قالت السيدة عائشة فتحسسته تحسسته يعني شنو يعني بيقى التفتش عليه تهبش الدنيا مظلمة قالت فإذا أنا به وهو ساجد يصلي عليه الصلاة والسلام سؤال يا صوفية لو كان النبي سأسلم بيولع كده بيولع أكانت السيدة عائشة بتتحسسه يا صوفية هل كان بتتحسس ما كان شافته طوالي ولا ما كده ما كان في داعي أصلا تتحسس كان طوالي أول ما تصحى تشوف الرسول سأسلم مولع نور كده زي اللنبة وطوالي تقول إنه أيوه معنات النبي سأسلم هنا فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مخلوق من طين عليه الصلاة والسلام وهو أجمل من القمر شامد قل كلم ندى ما تفهم منه إنه بننتقص من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 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 ما بننتقص من حقه أنس قال والله كنت أنظر إلى القمر في ليلة البدر ليلة 14-15 القمر بتكون جميلة قال وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولوجهه عليه الصلاة والسلام أجمل عندي من القمر عليه الصلاة والسلام أجمل من القمر النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما معناه يا صوفية إنه مخلوق من نور لأن الملائكة هي التي خلقت من نور الملائكة هي التي خلقت من نور وما أرسل الله تعالى ملكاً رسولاً إنما أرسل بشر لأنه ي threemet up لأستغرب المشركين لما ربنا رسل البشر استغربوا قالوا أبعث الله بشرا رسولا استغربوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق استغربوا من الحتة هذه قالوا لولا بعث الله ملكا رسولا قالوا لي الله ما رس الملك والعلماء قالوا إرسال الملك ما كان بيستقيم ما حال البشر لو الله رس الملك الملائكة ما بتأكل أهانه نذارين نعرف الرسول الجاندة بيفطر رمضان بيفطر امتين هالرسول طالع ملك لا بيفطر لا بيأكل أهانع نقعد نباريه يعني لا نفطر لا نأكل عشان كذا أخوانا من الحكمة العظيمة إن ربنا سبحانه وتعالى رسل البشر بشر مثلهم حتى يتأسوا به ويغتدوا به وده من كمال حكمة الله عز وجل الحديث اللي بيستندوا عليه الصوفية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جابر إن أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك حديث موضوع ما في صوفي واحد يقدر يجب لنا إثنات صحيح لهذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في صوفي واحد يقدر يثبت هذا الحديث حديث موضوع موضوع انتهى هو موضوع وموضوع برضو انتهى عرفته قال النبي صلى الله عليه وسلم لإجابر إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر بل الثابت في البخاري وفي غير البخاري إن أول ما خلق الله القلم بل الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى القلم وكتب جميع المقادير إذن تستفيد من الجزئيه قل إنما أنا بشر مثلكم لكن الفرق شنو الفرق في جزئية جاية يوحى إلي هو بشر عليه الصلاة والسلام لكن الله تعالى اصطفاه على سائر البشر لأن الله تعالى يصطفي من الناس رسلا رسلا وكذلك من الملائكة ربنا اصطفاه اختاروا من بين كل البشر وبقاه رسول بقى يوحى إليه يأتيه الوحي زي ما ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذا الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده خصائص ما موجودة عن باقي البشر دي كله خصائص ربنا ادى له ما موجودة عن باقي البشر من هذه الخصائص أنه أحلت له أن يتزوج أكثر من أربعة الرسول عليه الصلاة والسلام حلال الله تدعو إنه يتزوج أكثر من أربعة أما أنت وأنا وغيرنا من الأمة ما بجهد لك تتزوج أكثر من أربعة ما تفقى زي الصوفية الصوفية بتزوجه زي ما دايرين في كتابة طبقات واحد جابونا القاضي دام الزوج قال عشرة ولا حداشر وكمان جامع أختين بيناتهم إذا الجمع بين الأختين مش الله حرموا بصورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف دا حرام تجمع بين أختين الصوفي دا في الطبقات جامع بين أختين ومعرس أكثر من أربعة لما جابوه القاضي سألوه قال الرسول الداني إذن كتاب أداك إذن وين أنت أحسن من أبو بكر الصديق لا أحسن من عمر لا أحسن من عثمان لا أحسن من طلحة والزبير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم يا صوفي لا طيب كيف الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدي لديك إذن إنهم يتزوجوا أكثر من أربعة ويديك أنت يا مدلقا يا وصخان يديك أنت تتزوج أكثر من أربعة أنا بخاطف في الصوفي شوف أي ألفاصنا شيء نتلقاه ما تشميز منها هي ما موجهة لك أنت كأخ كريم قاعد في الحلقة إنما هي موجهة للصوفية ويستحق أكثر من ذلك أي لفظ الشين تشميز منه في الحلقة دي إن سمعت للصوفية أضرب في ألف أضرب في ألف وزيد لها تاني مية وبرضو ما بتكفي بالنسبة للصوفية كلها أي لفظ شين عرفتها ما بكفي أصلا بالنسبة للصوفية لأن هؤلاء ضيعوا دين النبي عليه الصلاة والسلام وقادوا هذه الأمة إلى الشرك بالله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الأمة من ضلالات الصوفية إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب من الحاجات اللي ربنا أداها للنبي عليه الصلاة والسلام وما موجود عن غيره الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام يشوف الوراء قال فإني أراكم من وراء ظهري حديث صحيح في البخاري يشوف الناس الوراء دي ما في ذلك يقدر على الآن أنت ما بتقدر تشوف الوراء إلا تلتفت لكن تكون متجه كدام وتشوف الوراء دي ما بتقدر على دي ربنا أداء للرسول عليه الصلاة والسلام من الحاجات برضو الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام قلبه ينام عينه تنام عينه ولا ينام قلبه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بنوم بعينه بس لكن بيكون مستيغز بقلبه ومن الحاجات الخاصة اللي الله اداء للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إنه كان بصوم يواصل الصيام وربنا بأكله بيزقيه قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويزقيني. اني لست كهيئتكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. ودي ما ما في زول تاني ربنا بيديه الخاصية دي. ما يجي كالصوفية يقول لك عندنا شيخ اسمه الصايم ديمة. اول حاجة كالضاب. كالضاب صايم ديمة ده جيبوا لينا. خلينا نشوفه بعيوننا. قاعد يصوم طوالي يعني ديمة طوالي. كم قدر شنو. والله ما بصوم ديمة. كالضاب. تاني حاجة قال الله تصوم ديمة امنو. اها. من اللي قال له تصوم طوالي. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى صلة الصيام. نهى. وقال اني اصوم وافطر فمن رقب عن سنتي ليس مني. فشوف في حاجات خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. وما موجودة عن باقي الامة. وفي حاجات ربنا فرض على الرسول. فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما مفروض على باقي الامة. زي قيام الليل. قيام الليل العلماء قالوا واجب على الرسول صلى عليه وسلم. لكن انت ما واجب عليك قيام الليل. صلي ما شئت. لو صليت نافلة. لو ما صليت ليس عليك شيء. لكن العلماء قالوا واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام. والباب ده باب كبير جدا. خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام والصوفيين حتى في الحتة دي غلوا غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم لقد لا يصوفي يتكلم في جامع جاب لأبيات كده بتاع الشعير ما عارف جايبة من وين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بترك فيه ضبانة أنا الكلام ده حيرني والله والله نحن نتمنى يعني انه الكلام ده لو بيقى صح ما حاجة كعبة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له قلعه إنه ما بترك فيه ضبانة لكنان الحييرنيز و اللي جاب الكلام ده من وين؟ ما، understand هذا ما لقيناه في الكتب انه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بترك فيه ضبانة وما واحد من اثنين يا عصوفي يا إما تجيب رواية صحيحة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بترك فيه ضبانة يا إما تجيب لنا تغرير من الدبان إنه ما كان بيرك في النبي صلى الله عليه وسلم ملا ما قدقه أخوان في خيار طالب واحد من الاتنان دهل ده من الغلو يا أخوان يعني لو ركت في النبي صلى الله عليه وسلم ضبانة المشكلة شنو يعني هل الضبانة ده الضبانة دي بتنتقص من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قعدت فيه وقامت يعني هل بتنتقص من حق النبي لحكي شوف الصوفية كل ده من باب الغلو عرفته عشان كذا لما غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوا ليقيد دام وغلوا حتى في الشيوخ غلوا في شيوخ ذاته يقول لك شيخ ننجلس يعلم الفي قلب وسوس يعني لما يقعد بيعلم الفي قلب وسوس يعني بيعرب يعلم ما في داخل الصدور وده أبطل الباطل لأنه لا يعلم ما توسوس به الأنفس إلا من إلا الله عز وجل الصوفية قالوا لا شو هنا شاكذا المكاشف تقال المكاشف سمو المكاشف ليه قالوا لأنه يكشف ما في الضمير يعني أنت إن قاعد جنب المكاشف على حسب ما زعم هؤلاء المتصوفة إن قاعد جنب المكاشف وبتتكلم بجوة نفسك ساي بجوة نفسك قال المكاشف بعرفة قلتها بتقول في شنه جوة جوة في نفسك والله كذب كذب قال الكلام ده كذب والمكاشف ذاته كذب من وين يعلم يعلم من وين يا خليك من جوة النفسي نفسي دي خليها والله المكاشف ما يعلم ألف المحفظة دي فيها كم النفسي دي خليها النفس دي ما جوة خالص مش هذا المحفظة دي مش يا هنديها السبرة المكاشف ما يعلم ما بداخل هذه المحفظة تقول لي يعلم الألف الضمير يا صوفي يا كذب يا مجرم تضيع دين الأمة هرفت الهاسل فشوف ربنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بماذا يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد ودي من أساليب الحصر التبه من أساليب الحصر يعني لا إله إلا من إلا الله تبارك وتعالى والصوفية كلهم من فوق الاتحد ومعهم الإخوان المسلمين البساندهم كلهم مختلفين مع دين النبي سبحانه وتعالى في هذه الجزئية في جزئية لا إله إلا الله مختلفين في معناها لا في لفظها اللفظ بقولوا بيقولوا تلقى الصوفية شغالين الليل كله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الليل كله شغالين لكن وقف درويش واحد بس درويش واحد فيهم وقفوا قل له دقيقة لا 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 إنت بتقول لا إله إلا الله بقول لك نعم قل له البرعي ما بيدي الجنة ولا بينفع ولا بضر لا بطير لا برق ولا أي حاجة بضربك طوالي مع إنه كان بيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ده المعنى الدار النهراء نفهم للأمة نسأل الله العافية معنى لا إله إلا الله إنه لا معبود بحق إلا الله المعبود الحق الوحيد اليستعيق العبادة منه الله عز وجل ما ننادي غير الله ولا نتوكل على غير الله ولا نستغيث بغير الله ولا نطلب جلب الحوايط إلا من الله ولا نطلب دفع المضرات إلا من الله دي معنى لا إله إلا الله لكن تعشوف هل في دين التصوف هذا معنى لا إله إلا الله لا الصوفية يقول لك لا إله إلا الله وفي نفس الوقت يقول لك الشيخ يعلم الغب زي ما قال البرعي شيخ الزريبة البرعي برعي الغوم قال قوماك نزاور للأولياء الأغطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر هل ده بيعرف معنى لا إله إلا الله البرعي ده برعي الغوم ده تعجزريبة هل بيعرف معنى لا إله إلا الله لا ما بيعرف والله كيف تقول في أولياء بيعلم الغيب مع الله تبارك وتعالى كيف تقول كلام زيدة والغيب ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوق سورة العراف يا صوفية الرسول صلى الله عليه وسلم نفع عن نفسه وربنا أمره إنه ينفع عن نفسه علم الغيب يجي البرعي يشيل الكلام ده يديه لشيوخ بتاعي الصوفية يقول ديل بيعلم الغيب باطن وظاهر ديل ما عرفوا لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عرفه الغريبة بيحتفلوا به كالضابي ساي احتفلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والهجرة وما تعرف المولد وغيره وغيره من الاحتفالات الباطلة وهم لسه ما عرفوا لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ودي دعوة الرسول كلهم والأنبياء وما كان بيغيروها شك إذن إحنا ما بنغيرها يعني الآن أنا بخط المكرافون وبفوت بيجي الزول البادية حيقول لك نفس الكلام ده لكن ب بأسلوب تاني أو بطريقة تانية أو من خلال أدلة تانية لكن حتلقى الموضوع واحد أسه ما بنغيره إطلاقا الغريبة إنه في ناس دائرين أنا نغير الموضوع وحميدة لسه قاعد في سوك ستة حميدة حميدة ده إن ما طفش من البلد دي شوفتها نسأل الله إنه طفش من الدنيا كلها إن لم يتوب حميدة ده لو ما طفش إحنا ما بنغير الموضوع ولو طفش حميدة برضو ما بنغير الموضوع لأنه في ناس دائرين مجار ما برضو قاعدين في محمد المنتصر اللي زيري ما لي التلفزيونات كده ما لي التلفزيون قاعد في بيقاتي واحد مجرم اسمه أحمد داود بتاع جلقني بهناك شرط طبعا داك شرط شوف لو في ناس هنا من جلقني يعرفوا المعلومة دي الشباب دي لأخواننا جزاهم الله خير ما شو له لغاية هناك لغاية جلقني ولا سنار ديكتوريس محمد داود صوفي أجرم قاعد هناك يطلل الناس بتاعين جلقني وما لا يليه زول يقيف قصاده الحمد لله ربنا وفقنا والشباب دي الفاته ما شو له هناك لما ماشو قالوا ليه تعال طالح مناظرة المرة اللولة المشي اللولة قال لا 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 أنا في السوكي وانا وانا ما وين المرة الثاني ماشو له ثاني المرة الثانية ماشو له تعال يا أحمد داود تعال مناظرة قال لا لا أنا عيان عندي إسحال ولا قاشون حزبة ولا إسحال ماشو جاب ولا دي رب والله خشي اليوتيوب تلقى دي ربات قاعدة اشتروا له دي ربات قالوا ليه عندي دي ربات جاهزة تعال نركب لك درب وننظرك بيجعي برضو إن دائر أي حاجة تعال درب دائر نعاش دائر عناية مكسفة انت بس كيف تجي قال لا 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 أنا ما أبجي وكذا قالوا الشباب عملوا محاضرات ونتكلموا وجاء راجعين تلعوا مقطع في اليوتيوب نازل مجار ما كيف قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا قال وكفى الله المؤمنين شر القتال بالله الذين مجرم يا أخي نازل جوك لحد عندك لغاية عندك جوك قال نحنا شردنا يا أزول البشرد بيجي لغاية شرد بيجي ما بيجي يا أخي جوك لحد يجلقني إن هنا لا يجلقني كم ساعة لغاية هناك جوك بعد ذلك كله تقول شردوا ومنزل فينا آية بتنزل في الكفار نحنا كفار عند ذلك هل تنحاصل لكن برضو ما أبنى خليك يا أمين ما أبنى خليك أصل فارتقك من أي حتة إبتما ربنا ابتلاك رماك في دربنا ذا عرفتها طالما أنت صوفي وبتنشر الشرك بالله عز وجل أصو ما من خليك أحمد داود من منتصر حميد البيجي كلهم ما من خليهم أصل بحول الله تعالى وقوتي ألا ياتلس فيها زيادات وفيها فوائد لكن اقتصارا للزمن أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم أشياء قادم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان